بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد اهلا وسهلا بكم ابنائي وابناتي طلاب الصف الثالث الاعداد النهاردة معنا حل امتحانات للصف للشهادة الاعدادية تلت اعدادي الترم الاول لعام الفين اربعة وعشرين امتحانات محلولة وفي نمازج غير محلولة ولكن احنا حبينا نشوف الحلول عشان يكون الافكار عندك موجودة وجهزة نبدأ بالسؤال الاول اللي هو language functions الوظائف اللغوية وبتكون السؤال الاول finish the following dialogue انهي الديالوج التالي سوزي is talking about her grandmother تتحدث عن امها سوزي او تتحدث معها سوزي and grandmother سوزي بتقول grandmother how long have you lived in this house انت عايشين في المنزل دالي مجد تقدي ايه فخد ناخد بالنا ان الاجابة هنا هتكون من نفس الزمن بتاع الجملة وهو المضارع التام فبتقول لها i have lived for 50 years انا اعيش هنا منذ او لمدة اربعين عاما really how long have you been married يعني انت متزوجة من قد ايه i or we have been married for 50 years من اربعين عام سوزي سألت سؤال فبتقول لها where did you use to live تكونت متعودين انكم عايشين فين فبتقول لها we used to live in a small house what about my parents ماذا عن والدي did they live with you yes نعم they lived طبعا هنا السؤال did they lived with me for 5 years هم عاشوا معي لمدة 5 سنوات وهنا طبعا دماضي بسيط فابنسأل بdid لان الاجابة بyes when did they move to a new house متى انتقلوا الى المنزل الجديد they moved to a new house in 2000 في عام 2000 الفقرة او السؤال التاني بيكون بالشكل دا وهو reading comprehension الجزء الخاص بفهم القراءة السؤال التاني عبارة عن تيكست او نص فبيقول read and complete the text with words from the following list اقرأ وكمل النص من الكلمات اللي موجودين في القائمة عندي كلمة easy easier on business but about and serves opening a new business is فتح عمل او مشروع جديد than trying to work from job to job يعني اسهل من العمل في وظيفة الى اخرى اسهل طبعا عندنا than وهي المقارنة بين الصفتين بتاخد er فتبقى easier than easier than اسهل من having a business meaning that يعني يكون عندك عمل خاص people will come to your business whenever they need a انا هيجو عندك لما يكونوا محتاجين a service service يعني خدمة انت بتقدمها one important thing to remember يعني شيء اخر تتذكره when opening a new business عندما تفتح عمل جديد طبعا جات هنا في business opening business that customer service is really important ان خدمة العملاء بتكون مهمة it's important that you مهم انك تعرف او انك take your time to really care about your customer completely تاخد وقت عشان تهتم care about تهتم او تعتني بالعملاء بشكل كامل فهنا النص بيكون معتمد على المعنى المناسب والسياق المناسب لاختيار الكلمات الفقرة اللي بعدها بتكون read the following text and then answer the question هنا في فقرة موجودة بنقرأ النص كويس وبعدين بنجاوب على الاسئلة in 2015 اكرام's dreams come true عام 2015 يعني الحلم اكرام اصبح حقيقة out of 600 competitors اكتر من 600 او خارجنا عن 600 متسابق اكرام was among 8 winners in the NASA program طبعا او ناسا program يعني فاز كان من بين التمانية الفائزين في برنامج ناسا it trains researchers to do research work in the field of earth space science and technology بتتربهم على عام الأبحاث انهم يبحثوا في مجال الأرض وعلوم الفضاء والتكنولوجيا اكرام had to go into space in يعني هيكون عليه انه هو يذهب الى الفضاء في عام 2017 2017 2017 after he spent بعد انقضى his preparation in the state of Florida بعد انقضى فترة التحضير preparation التجهيز او التحضير في ولاية فلوريدا USA يعني امريكا اختصار United State of America he was steps away from كان على بعض الخطوات becoming Egypt's first astronaut يعني اول رائد فضاء مصري astronaut يعني رائد فضاء اكرام امين عبداللطيف who was born on والذي ولد في 8th of March يعني في السامن من مارش 1988 1988 in Cairo joined the German University in Cairo's faculty of engineering in September 2005 التحق بالجامعة الالمانية في مصر قليت الهندسة في سبتمبر 2005 On On his four years في هذه الاربع عوام اكرام managed to take a chance to travel to Germany for six months يعني اخذ فرصة انه هو يسافر الالمانيا لمدة ستة اشهر to complete his study ليكمل دراسته in July 2010 في يوليو 2010 التاريخ دي مهمة لانها هيجيني الاسئلة عليها اكرام had his degree حصل على الدراجات from the GUC يعني اسمي الجامعة in communication engineering هندسة الاتصالات in september 2010 اكرام flew to statgard to complete برضو اسم مكان لكي يكمل complete his study after that he joined to the university to منش and he earned his degree وحصل على دراجاته for the second time in 2014 في عام 2014 أكرام joined the astronauts to her يعني انضم الى العلماء الفضاء association يعني مؤسسة and organization منظمة that gives person a chance to join space program لبتدي الاشخاص فرصة للاتحاق ببرنامج الفضاء in 2014 أكرام took his first step toward space together with هناء جابر أخذ أول فرصة لاتجاه الفضاء مع هناء جابر طبعا هنا السؤال ده حتى وإن كانت تبدو الفقرة إنها كبيرة ولكن الإجابات عنها سهلة لأن كل الإجابات موجودة في الفقرة فنتأنف الإجابة ونشوف the passages talking about الفكرة العامة اللي بتتكلم عنها أحمد زويل أحمد صلاح أكرم أمين أكرم حسني طبعا سهلة جدا هو بتكلم عن أكرم كل شون هو الأكرم فهو أكرم أمين أكرم's dream يعني حلم أكرم was achieving تحقق في عام 2015 أكرم 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 لأنه يريد أن يشعر المؤسسة بتاعت الأسترونيت بتدي الفرصة للذهاب إلى الفضاء سبيس أنصر يعني أكرم لأنه يريد أن يسافر السبب أن هو يسافر ليكمل درسته أكرم أمين is a rule model إزاي تعتقد أنه هو نموذج يحتزى به as he managed to achieve his dream لأنه قرر أن يحقق أهدافه بعد كده هنلاقي الجزء الخاص بالvocab and structure الخاص باختيار الكلمات والقواعد أول حاجة بيقول لي choose the correct answer from a b c or d the suffix طبعا الصفكس والprefix والسينوم والأنتينوم كل الحاجات دي درسناها موجودة الدروس على القناة طبعا لو أنت معانا لغاية دلوقتي بدعوك للانضمام للقناة لو المحتوى عجبك the suffix is often added to art to form a noun from a person يعني هنضفها عشان نعمل منها اسم لشخصية فهي art هتبقى artist معناها فنان the girl has colorful clothes لديها ملابس colorful that means that hair dress are or hair clothes are ده معنى اني ملابسها بتكون bright يعني لامعة أو براقة not أو a is طبعا a وذا وan يكون بعد is a book or text about someone's life biography اللي هي السيرة الزاتية the synonym i'm sorry i'm sorry احنا اقول لنا دي biography are closed to is to open and positive is to negative is to a negative طيب the synonym of the word is terrible يعني كلمة اسمها terrible لو مش ظهرة فهي الشاشة ايه معنى synonym يعني المرادف لها هي كلمة horrible the verb play can mean show by adding the prefix طبعا display يعني معناها يعرض وهي يعرض هي نفس كلمة show يعني ممكن تكون نفس المعنى او لو احنا ضفنا لها لبريفكس البادئة this complete اخر سؤال او السؤال قبل الاخير اللي هو correct مثلا او هنشوف complete the sentence with the correct form اه كمل بالشكل الصحيح للجملة اللي هي بينقصين طبعا هنبص على الدليل في الجملة هنلاقي for ومدة زمنية فهنختار زمن مضارع التام هنا اي هتاخد have والتصريف التالت من study studied i've studied english for 10 years useful thing is the kitchen in the fridge طبعا useful هنا think يعني اكثر شيء مهما فنقول the most useful thing the most useful thing the play was amazed طبعا الصفات المنتهة ing ed بتطلق على لو معنا شيء غير عاقل بنضيف ing ولكن شيء عاقل بنضيف ed هنا play هنا من المسرحية was amazing i recommended to you يعني انا برشح حالك the school is طبعا up 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 new in the ground طبعا is present continuous you should talking should shouldn't اشان وقت الفيديو ما يكون طويل ف ال paragraph كلها احنا كتبين عنها موضوعات في القناة لو عايز تشوفها ادخل ويشاهدها ويشاهد المحتوى على القناة كان معكم مستر محمد عثمان شكرا لكم وانتظروا مزيدا من الفيديوهات حول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للترم الاول شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته